طيب معايا اللواء فاروة سويلم طبعا عضو ربطة الاندية واحد طبعا من الاداريين المحنكين والمخضرمين كابت ساروة برحب بيك كابت ساروة برحب بيك اخبار حالك ايه كل ساروة طيبة برحب طيبة يعني كابت ساروة بتكلم على وقعة مبارح وقعة حسين الشحات وفي اعتراض من جانب نادي بيرامدز على ان العقوبة طبعا هزلية وان العقوبة لا تتناسب مع الوقعة اللي صدرت من اللاعب او من حسين الشحات تجاه محمد شيبي طيب هل الاعتراض ده العقوبة فعلا هزلية شايف ان العقوبة حرتك لا تتناسب مع الوقعة شايف ان اساسا لو حتى موجودة في الليحة انها تحطت بشكل خاطئ وبالتالي لا تتناسب مع الوقعة لا انا اكلمك بصفة شخصية واكلمك بصفة ان انا يعني ممكن احنا اتجامنا وانت كاعلامي وكصع في اتحاد الكورة وفي الرياضة في وجودي ثمان سنين في اتحاد الكورة انا اول مرة اشوف وقع او تحصل وقع زي كده اه احسين الشحات انا من الناس اللي انا شخصيا احبهم جدا لانه انسان موزف جدا ومتدين جدا وشوفته كده في احدى البرامج وهو يعني ينزل يقبل قدم والدته فدي حاجة كانت بالنسبة لي يعني حطيته في درواز تاني بالنسبة لي شخصيا لكن اللي شفتم ده راح بصراحة اه ما تخيلتش ان احسين الشحات اه اللي شفناه بالاحترام والتدين والالتزام وحب الوالدين وده كنس اه انه نعمل كده بصراحة واقع صعب جدا وكان اه تصارف لجنة المسابقات او يعني ده بعيدة عن لجنة الانضباط تماما لجنة الانضباط ده موضوع على كابتن اسلام ولجنة المسابقات ده حاجة تانية بداية لكابتن عمر حسين فيكون ان الكابتن عمر حسين او لجنة المسابقات تطلع قرار سريع اه اه عقب المباراة مباشرة ده كان يعني نتيجة لان كله كان غير راضي على التصارف ده بالضبط فبالتالي اقول لحضرتك لا يعني وارد ان انت وجهت نظر تكون اه العقوبة اقل من الحدث نفسه ولكن فعلا كان لازم وفيه برضو سرعة في القرار لان الحدث كان صعب شوية وخاصة برضو ان العيد الطرف التاني البرامد مش مصري يعني دي برضو يعني فيها نوع من التعاطف ان ده برضو رجل عربي وكل حاجة بس بلدك هنا ما كانش ينفع يحصل معا كده فانا بقول لحضرتك احيانا انت بتدي عقوبة بتوبها اه عاطفتك زيادة شوية وده اللي خلى اعجل القرار وارد بعد كده يحصل اجتماع للجنة في مسابقات وارد انه بقى فيه اه تغليص للعقوبة وارد ان لجنة الانضباط تتدخل وارد ان برامس تعمل مذكرة وتتعرض على الانضباط كل ده وارد لكن انا بقول لحضرتك سرعة اتخاذ القرار ده نتيجة لان التصرف كان صعب شوية سرعة اتخاذ القرار ده شيء مهم جدا لكن حضرتك اشرت ان لجنة الانضباط اه قد تتدخل اه وهي يعني حسب معلوماتي ان مش لازم حد يتقدم بشكوى لجنة الانضباط ممكن لو لجنة الانضباط لقيت وقع معينة زي ما حصل في وقائع كتير قبل كده هي ممكن تفتح التحقيق او تتخذ القرار وفقا لرؤيتها بس روضة قابط الاسلام ده اذا كانت لجنة الانضباط معمول بيها اساسا دلوقتي لا بصلا كان انضباط ده رموز رموز كبر جدا لكن هو يعيد لا ما قدموش كانوا فترة وقت الازمة بتاع الكهرباء كان قدمو استقاليتهم ما انا عرض عليك لا لا موجودين لا 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 انا بكلمة كابتل الاسلام لجنة الانضباط كان لازم في تشكلها يكون فيها عنصر حاجتين كان لازم لجنة الانضباط موجود فيها عنصر كروي وعنصر امني يعني لازم يكون فيه قيادة امنية حالية او قدت خدمتها وخلصت وعنصر كروي خبير كروي وموجود ليه لان انت جايب النهاردة رموز اسماء كل رمز فيهم بزرجة وزير يعني مجموعة الرموز الموجودين في لجنة الانضباط حاجة يعني حاجة محترمة جدا لكن الامور الكروية كابتل الاسلام ليها ليها حس مختلف ليها انت تحس بها الصحفي او الاعلامي اسلام صادق غير واحد مواطن عادي مالاش عراقة بالكورة فبالتالي كان يستلزم في لجنة الانضباط وكان دايما لما كنا منشكل لجنة الانضباط في اتحاد الكورة يكون في عنصر عن من الناس الكرويين وعنصر من الامن ليه عشان يبقى فيه الحس الامن موجود والحس الكروي موجود انت نهاردة ما عندكش الحتة دي فبالتالي ما اعتقدش ان ممكن لجنة الانضباط تتدخل من نفسها كده الا اذا كانت هيبقى فيه مذاكرة من النادي اللي بقى انتمي ليه اللعيب اللي حصلت معا مشكلة ويقول انا اللعيب بتاعي حصل لواحد اثنين ثلاثة ولجنة المسابقات اخرت عقوبة كذا لكن انت النهاردة هي لجنة الانضباط تتدخل ازاي ولجنة المسابقات المنوب بيها المنوب بيها العقوبات على اللعيب اديت قرارها ده وجه نظر اللي انا بقول حضرتك الشخصية لكن هنستنى وهنشوف لكن انا مع حضرتك جدا طبعا ان ما كانش يعني فعلا احسين الشح ما كانش حد منتظر منه كده للسيرة الزاتية واخلاقياته اللي بعرفة للجميع ان يحصل منه الكلام ده وبالتالي برضو انا سمعنا من النادي الاهلي طبعا نادي الملادق اول حاجة عملها برضو فرض عقوبة عليه قد يكون الناس تقول لك عقوبة مالية ما هو برضو ما هو العيد ده محسوب عليه العقوبة المالية اه ممكن او المادية ممكن برضو بالنسبة للنادي مش مؤذية للنادي لكن هيوقفه النادي هيوقفه ويدي العقوبة مادية انا ما اعتقد ان ده مش اقبى لمصلحة النادي لكن كان فيه قرار سريع برضو من الكلام سمعنا كده انه فرض عقوبة مادية على حسين يعني اذا كل الاجواء حتى بما فيهم النادي المنتمي ده يا حسين بيقول لا مش عاجب من الكلام يعني قد يكون انا عايزة يعني ازود لحررتك ان كمان يعني في اعدى بكرة او جلسة بكرة ما بين محمول خطيب رئيس النادي الاهلي ولجنة التخطيط وسيد عبدالحفيز مدير الكرة لبحث طبعا الاحداث اللي حصلت في مباراة بيرامد وقد يكون فيه قرار تجاه سن الشحات اكتر من الغرامة المالية اللي وصلت ل300 الف جنيه قد يكون فيه قرار اعنف من جانب النادي الاهلي خلال الساعات المقبلة تجاه سن الشحات ما داخلت الاسلام يؤكد برضو ان زي ما حادك بتقول ان النادي الاهلي حارس جدا على ان ما بقاش فيه حد منتم لي يعمل زي الحاد طبعا انا ما عايز اسأل حرارتك سؤالة كبسروت وانت حرارتك يعني لك خبرات ادارية كبيرة هو ينفع نادي ياخد عقوبات قوية وعقوبات الناس كلها تشيد بيها وتحترمها والتحاد الكورة او ربطة الاندية تاخد عقوبة يبقى فيها تحفظ كبير جدا حتى هقولك من جانب نادي بيراملز خلينا اتكلم بشكل خبري لا يعني وطبعا يعني انا معاك طبعا يعني اتحاد الكورة او ربطة الاندية كلا هما وكان لعملة واحدة الموضوع طبعا انا بقول عدك ورد ان يكون فعلا وجهة نظر ان القرار او العقوبة مش متنسب مع الحدث اللي حصل لان الحدث حصل وتشير في كل المواقع وكان يعني مسيق مسيق الحسين نفسه يعني مسيق الحسين نفسه لان معروف عن حسين اخلاقيات وادب واعترام لا ده يعني فعلا هو خصل كتير جدا حتى لو اعتذر يعني حتى قاله انه اعتذر للعيب والكلام ده كله الاعتذر مش كل حاجة لكن اما حضرتك طبعا ورد ان يكون وجهة نظر الناس في محلها بان العقوبة ما تتناسبش مع الحدث لكن هو كان سرعة العقوبة كاملت الاسلام كانت مطلوبة قد يكون القرار اقل من الواجب لكن سرعة اتخذ القرار يعني يدي برضو احاق ان لجنة المسابدات ودراسة الكاملت معامل حسين لأ يعني حريصا ان ما عديش كده ومتخذ شما